فلنهاردهان شاء الله هنعمل المراجعة لريسيفر من ريسفرات الفئة الاقتصادية والريسيفر الموجود معانا هو هيبرongo lay bar t300 الأخ الأصغر لريسيفر البعضаль Number T500 pairs البحiology Brendоны pipes وطبعا الريسيفر الموجود معانا هو ريرسيفر من ريسيفرات معالِج LGI ex فلو انت هنأو على ريسيفر كويس تكتني فيا ريت تكمل معي الفيديو ده لالآخر عشان تعرف كل المميزات الموجودة في الريرسيفر والسيرفرات الموجودة في الررسيفر وسعر الريسيفر الموجود معنا النهاردة بس ياريت ما تنساش اللايك للفيديو والشير للفيديو ولو بتشوفني الأول مرة فأنا أحمد مراجعة جهازة إلكترونية اشرفني أنك تشترك عندي في القناة وتفعل زر الإشعارات عشان يوصلك كل جديد من عندي من غير كلام كتير بقى صاحبي يلا بينا بقى نبدأ المراجعة مع بعض السلام عليكم ازايوك يا شباب عاملين ايه يا رب الكل يكون بخير زي ما أنا قلت لك في المقدمة ان احنا هنعمل مراجعة لريسيفر الهايبر تي 300 الأخ الأصغر لريسيفر الهايبر تي 500 الفور كي وعشان ما نطولش في الكلام كتير هندخل مع بعض في الموضوع على طول ولو هنبدأ مع بعض بالتصميم الخارجي لريسيفر الهايبر تي 300 في الريسيفر الموجود معنا النهاردة حجمه يشبه حجم كف اليد وشعار هايبر تي 300 موجود على الريسيفر من اعلى وممكن تقول برضو ان الريسيفر فيه شبه كبير بينه وبين ريسيفرات معالج السام بلاس الريسيفرات طبعا بيبقى حجمها صغير وقدى حجم كف اليد فعلا زي ما أنا قلت لك كأول التصميم الخارجي ده كده كان باختصار التصميم الخارجي لريسيفر الهايبر تي 300 طيب لو هنتكلم بقى مع بعض على مداخل ومخارج ريسيفر الهايبر تي 300 فالريسيفر جاي بتيونر حساس وقوي جدا بيشتغل بتقنية ال DVB S2X الداعمة لخاصية المالتي ستريم واللي ما يعرفش خاصية المالتي ستريم هسيب لك تحت مراجعة لريسيفرات داعمة لخاصية المالتي ستريم ومن خلالها تقدر تعرف خاصية المالتي ستريم انت ممكن تستفاد منها في ايه لو هنكمل مع بعض مخارج ومداخل الرسيفر فالريسيفر جاي بعدد 2 USB من النوع 2.0 وجاي برضو بعدد واحد مخرج DV Out أو HD MI داعم للدقة 1080p أو Full HD والاهم من كده وده اللي بيميزه عن كتير من رسيفرات معالج GX ال mini وهو وجود فتحة LAN أو Ethernet لتوصيل كابل النيت مباشرة من الروتر إلى الرسيفر واللي بيضمن ليك استقرار ممتاز وانت بتشوف قنوات الشيرينج أو متابعة المباراة على سيرفرات ال IPTV دا غير ان موجود فيه عدد واحد مخرج AV وموجود فيه برضو عدد واحد USB mini اسمه IR Exit خاصة بالعدسة والشاشة الرقمية المنفصلة دا غير وجود مدخل RS232 دا طبعا خاص بعمل السوفت وير للرسيفر ولكن برضو احنا مش هنحتاجه وموجود فيه برضو عدد واحد مدخل للطاقة دا غير ان الرسيفر بتاعنا بيدعم خاصية DLNA لمشاركة ملفاتك على الشاشة وداعم لخاصية الميرا كاستنج لعرض شاشة التليفون بتاعك على الشاشة من خلال الرسيفر دا غير انه بيدعم الواي فاي بأنتنة تشتريها منفصلة بتركب من خلال USB 2.0 الموجود في الرسيفر طيب دا كان كده مداخل ومخارج الرسيفر الموجود معانا النهاردة وقبل ما ندخل في المواصفات والمميزات في الرسيفر الموجود معانا النهاردة انا بشكر كل صحابي اللي وصلوا معانا للمرحلة دي في الفيديو وبقول لهم يا ريت ما تنسوش اللايك للفيديو والشير للفيديو ولو مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد من عندي وبحب افكركم برضو ان انا رجعت الرسيفر الهايبر تي 500 الفور كي سواء المراجعة للمواصفات بالكامل او استعراض الرسيفر نفسه وتشغيله على الشاشة هسيب لكم الاثنين فيديو اللي انا عملتوهم قبل كده تحت في الوصف بتاع الفيديو دا لو حد منكم ناوي يشتري الهايبر تي 500 فيقدر يشوف الفيديوهات دي ومن خلالها هيعرف كل حاجة خاصة برسيفر الهايبر تي 500 الفور كي ولو هنتكلم بقى على المميزات والمواصفات الخاصة برسيفر الهايبر تي 300 فالرسيفر هيبر تي 300 رسيفر بمعالج جي اكس 6621 واللي بيتميز بجودة معالجة الصورة والصوت بتكنية الدول بديجتال وجاي برامات 2 جيجا بايت وجاي بزاكرة داخلية 8 ميجا ويقدر يخزن لحد 8000 قناهم حتى ازعاية دا غير انه بيدعم تحديث السوفتوير اونلاين ومن خلال اليو اس بي دا غير برضو انه داعم لقايمة شفارات اوتو رولا زي الباور فيو والنجرة والتاند بيرد والبي اي اس اس والفي اكس ستو وطبعا يقدر يحدث قايمة الشفارات دي اونلاين دا غير برضو انه داعم لخاصية البي في ار من خلال اليو اس بي يعني تقدر تسجل وتعرض من خلال فلاشة يو اس بي تقدر توصلها بالجهاز دا غير برضو ان الجهاز بتاعنا او الرسيفر بتاعنا داعم لدقة الفول اتش اي دي ولا يدعم دقة الفور كي وزي ما قلتلك برضو هو يدعم الصوت الدول بديجيتال ويدعم برضو الاكواد الاتش في اسي والاتش متين خمسة وستين لنقل وبس القنوات بجودة عالية دا غير انه بيدعم خاصية الاي بي تي في توسات ومن خلال الي هتقدر تشوف كل قنوات الاي بي تي في من خلال القايمة الرئيسية امامك اللي بتشوف من خلالها الاقمار الصناعية دا غير انه بيدعم القنوات الصوتية باللغة العربية وعددهم 10 قنوات صوتية ويقدر يعمل تايم شيفت للصوت بزمن 30 ثانية دا غير برضو انه بيدعم خاصية الترجمة الاحترافية على الاقمار الاجنبية الدي في بي تيكست او الدي في بي تي اكس تي دا غير برضو انك تقدر تعرب اسماء القنوات وتعمل ملف القنوات وتحتفظ بيه اعلى فلاشة وتستخدمه في اي وقت مع الرسيفر دا غير برضو يا صاحبي انه بيدعم تطبيقات كتيرة جدا زي الاكس تريم والنيت لينك واليوتيوب والاهم من كده برضو انه بيحتوي على مكتبة للكرآن الكريم يعني زي ما انت شايف كده يا صاحبي برضو رسيفر يعتبر صغير ومكير وامكانياته ومميزاته قوية جدا جدا طيب يا صاحبي الرسيفر الصغير المكير الموجود معنا النهاردة دا الهايبر تي 300 السيرفرات المدعوم عليه ايه سواء شيرنج او اي بي تي في والمدة بتاعتها قدي ايه الرسيفر الموجود معنا النهاردة هو رسيفر عملاق من عمالقة سيرفر الفور ايفر وسيرفر الفور ايفر معروف انه هو من اقوى سيرفرات الشيرنج على مستوى العالم وسيرفر الفور ايفر الموجود عليه هو سيرفر فور ايفر 136 ومدته 15 شهر دا غير ان الرسيفر بتاعنا برضو داعم لسيرفرات الاي بي تي في وعليه سيرفر ابولو اي بي تي في ومدته 12 شهر دا غير ان عليه سيرفر هيبر اي بي تي في ومدته 24 شهر شهر يعني معاك سيرفر شيرينج ممتاز ومدته كويسة ومعاك سيرفرات اي بي تي في فوق الممتازة ومدتها كويسة جدا جدا طيب التحفة الفنية الصغيرة دي بقى تمانها كام او تقدر انت تشتريها بكام من السوق بتاعنا التحفة الفنية الموجودة معنا النهاردة دي سعرها بيتراوح ما بين السبعمية جنيه والسبعمية وخمسين جنيه مصري على حسب التاجر اللي انت ممكن تشتري منه الرسيفر ده فلو انت ناوي على الرسيفر كويس وبسعر قليل فانا ارشح لك رسيفر الهايبر تي 300 لمواصفاته وامكانياته العالية وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة فهاريت بقى يا صاحبا ما تنساش اللايك للفيديو والشير للفيديو وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد مع السلام